بدوره هنأ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان واليواهد أبو ظبي نائب القيد العلى للقوات المسلحة دولة الكويت بهذه المناسبة حيث قال سموه تهانينا القلبية إلى شقائنا في الكويت بمناسبة أفراحهم الوطنية مقرونة بأمنياتنا الطيبة أن يديم على كويت الخير العزة والرفعة والرخاء والتقدم في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها أمير المحبة والإنسانية حفظه الله